هناك مجموعة من المفاهيم للقيم وفقًا للمدارس الفلسفية الآتية. أولًا، القيم في المدرسة الفلسفية المثالية. تعود فكرة هذه المدرسة إلى أفلاطون، الحق، الخير، الجمال، بحيث ظلت هذه القيم مصدر لأهداف التربية الأخلاقية ممن عكس على العملية التعليمية التربوية. ثانيًا، القيم في المدرسة الفلسفية الواقعية، فهي تعتبر القيم خالدة ومستمرة وثابتة وعامة. ثالثًا، القيم في المدرسة الفلسفية البراغماتية، تعتبر هذه المدرسة في جوهرها نظرية القيم، حيث تعتبر السلوك الإنساني اتجاه الأشياء، هو الذي يحدد قيمتها بمعنى أنه لا توجد للقيم طابعة مطلقة، لذلك احتلت قيمة العمل مكانة مهمة في نظرية القيم عند دعاة هذه المدرسة. رابعًا، القيم من منظور إسلامي. القيم تعتمد في أساسها على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أن القيم في الإسلام تنزع إلى الشمول، فالدين لم يأتي خاصة بأمة دون أخرى، بل هو للناس كافة، والقيم في الإسلام هي فضائل خلقية، وهي المعيار لسلوك المجتمع عامة وأرباب المهن خاصة.